انتبهوا جيداً علامة الرفض والرافضة رفض أهل البدع كما نقرأ في دعاء مكارم الأخلاق لإمامنا زين العابدين السجاد صلوات الله عليه يقول اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العدل والقول بالحق وإن عز لما تشوف الناس ساكتين عن قول الحق قول الحق عزيز صار مثل ما الآن شوف كلهم ساكتين عن قول الحق في هذا المؤتمر المشؤوم احنا تكلمنا الله وفقنا لذلك أما أين أصواتهم هم أين الذين هم في العراق أين المعممون أين رجال الحوزة أين المرجعية وحباش المرجعية ووكلاء المرجعية لما السكوت المطبق ما بكم ويلكم دين محمد يُعبث به قولوا كلمة الحق أنت تدعو كما علمك إمامك السجاد تقول اللهم وفقني لأن أقول كلمة الحق والقول بالحق وإن عز حتى لو ما حد يتكلم بهذا الحق أنت تتكلم أخرق حجب الصمت مزقها تتكلم وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع هذه علامة الرافض رفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يقول أن القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام ما عندي آراء مخترعة هذا الذي ينبغي أن نكون عليه لا أن نسكت حينما نسكت تحل علينا المصائب والبلايا والشؤم يسلط علينا شرارنا قال أمير المؤمنين عليه السلام كما رواه الصادق عليه السلام عنه قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليفتحن الله عليكم فتنة تترك العاقل منكم حيران أو حيرانا ثم ليسلطن الله عليكم شراركم وهذا الحاصل شرارنا صاروا يحكموننا أو ليسلطن ثم ثم ليسلطن الله عليكم شراركم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم حتى الخيار لا يستجاب لهم لماذا؟ لنمسكتوا ثم من وراء ذلك عذاب أليم أنتم لا تخافون؟ لما السكوت؟ هذا منكر عظيم إقامة مؤتمر دولي للتصوف في العراق برعاية الحكومة ورئيسها وحضوره والتمجيد بهؤلاء الحثالات المنحرفين أعداء رسول الله وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام على خلاف ما قال النبي والعترة الطاهرة عليهم السلام هذا منكر بالإجماع إجماع الشيعة على ذلك فكيف نرى منكم هذا السكوت واللا مبالات؟ هذا يفتح عليكم باب العذاب الأليم كلام أهل البيت ما ينزل القاع حاشاهم لما يقول أمير المؤمنين هذا الكلام يعني واقع وحقيق فلماذا؟ لماذا تعرضون أنفسكم لمثل هذا؟ توبوا إلى الله عز وجل وعودوا إلى محمد وعلي وأهل البيت الطاهرين عليهم السلام ونظفوا العراق من هؤلاء أعوان أبي سفيان ومعاوية ويزيد كما قال الأئمة عليهم السلام كل من يميل إلى الصوفية هو من أعوان أبو سفيان ومعاوية ويزيد فينبغي القضاء على هذه المظاهر المنافية لاحترام أئمة أهل البيت عليهم السلام نحن لا ندعو للتطهير المذهبي كما لا ندعو للتطهير العرقي لسنا ندعو إلى العنف لكم دينكم ولي دين لكننا ندعو إلى أن تحترم الدولة العراقية أهل البيت عليهم السلام ما من داع لأن تستضيف مؤتمرا كهذا وأن تتملق لهؤلاء وأن تتجاوز حكم رسول الله والأئمة عليهم السلام فيهم وتمجدهم وتعظمهم وتثني عليهم هذا تدمير للمجتمع كيف تقدم هذه النماذج رموزا للمجتمع ينبغي الاقتداء بها أنت هنا تدمر المجتمع لأنك تعلم أن هذا طريق الدجل وطريق تخاريف وبدعة فإياكم والسكوت إياكم إياكم فعلامة الرفض والرافضة رفض البدع وأهلها